سبتايتل مع لوئي الشريف التكي وحتعرفنا عن نفسها أكتر في فقرتها وطبعا ما شاء الله تتكلم خمسة لغات واو قد نتشوف ماذا ستفعل في اللغة الإنجليزية لا تضحك يا عزوجي تضحك عليك واني فاهم أحب أذكر لللي بيسمع برنامج لأول مرة برنامج سبتايتل على إذاعة ألف ألف برنامج يهتم بتحسين اللغة الإنجليزية بشكل غير تقليدي بنتكلم على كيف الواحد ممكن يطول لغة بشكل تقليدي وخاصة من الوسائل الترفيهية وعلى رأسها الأفلام والأغاني بنتكلم أول شي على فيلم لكل حلقة فيلم الحلقة اليوم وبعدين بنتكلم على جمل وأمثال شائعة في اللغة الإنجليزية وبعدين بنخش مع ضيف الحلقة اللي بنتكلم معاه على مصطلحات خاصة بالمقابلة الشخصية البنك المطار وغيره اليوم حيكون المصطلحات والجمل حتكون عن السؤال عن الوقت باللغة الإنجليزية وخلينا نشوف ضيفتنا شا تسوي معانا إن شاء الله فقرتها الله يستر وبعدين إن شاء الله حيكون عندنا الفقرة الأخيرة اتصالات المتابعين أو المستمعين المتابعين على تويتر المستمعين اللي حابب يشارك معانا في مسابقة أو في لعبة سبتايتل اللي حتكون أسئلتها هي نفس الأسئلة اللي طرحناها مع الضيف فاللي حابب يشارك معانا يرسل اسمه الثلاثي ومنطقته وكلمة وول ستريت على STC 847700 موبايلي 640660 وزين 746262 طبعا الاتصالات حناخدها في الآخر والأسئلة اللي حابب يسأل أي سؤال حجاوبوا على هاشتاك سبتايتل طيب عشان ما نطول عليكم طبعا نفسي أشكر ناس كتير جدا لكن الوقت للأسف مرة إيش مرة إنه ليس على نفسنا خلنا نخرج مع الفيلم اللي داما أنصح فيه في كل حلقة كل حلقة بنصح بأفلام الفيلم اللي حنصح فيه في هذه الحلقة هو فيلم LA Confidential بطولة كيم بيسنجر وروسل كرو وكيم بيسنجر وروسل كرو كيفين سبيسي فيلم أفتمية 97 حصل على جائزتين أوسكر فيلم مجنيفسنت رهيب جدا خطير رائع خلنا نخرج مع لقطة من فيلم LA Confidential ونرجع لكم مع الجمل وأمثال شائعة في اللغة الإنجليزية نخرج عزوز مع الفيلم هم سبيسي تطوره يشبه لديه ايضاً الناس وانتظر الباردان لعمل أهداً تلك مقابلات على ميحورة؟ فلنصر لذلك؟ حسناً ذهباً ددلي سميث هو مبنوط المنظمة ونحن سيعره بانه ملاحظة حول مربطة مما سميحكك أولاً ما فيه يحبكك؟ ومات مرينيلاس بإمكانك تدرس تأكيد؟ هل لديك إثبات؟ إثبات لديك إثباته لذلك أنت لا تستخدمه حسناً، لن أستطيع أن أستخدم هذا مع إثباتات، إذا كنت تستطيع إذن لديك إثباتي لديك إثباتي لجاكتون سانز لديك إثباتي حسناً، فيلم طبعاً الآن الآن نزلت تويت على تويتر البوستر حق الفيلم رهيب الفيلم وأنصح فيه دائماً اللي بيقوله إيش الفلامة التي انصحنا فيها عشان اللغة، كل حلقة من سبتايتل بننصح بفيلم الحلقة حق السبتايتل اليوم إلي كونفيدنشل البوستر حقه على تويتر وهاشتاك سبتايتل وبطولة كيم بيسنجر كيفين سبايسي وروسل كرو، وحصل على جائزة أوسكار في 27 أما بالنسبة للجمل الشائعة الجمل الشائع اللي بقولها أتمنى بس المستمعين اللي بيستمعوا السبتايتل وخاصة أحب أول شيء أوجه تحية الغدي اللي بتسمعنا من نيويورك ما شاء الله دائما بتسمعنا من نيويورك وتحط لنا إيش المشاركات حقتها ورهف وعبد الله ومحمد صادق وغدير وكاتب الأسامي إن شاء الله اسمعكم في وقت أحد وهذه الأكثر ناس بيشاركوا في هاشتاك سبتايتل الجمل اللي بقولها أول جملة الجملة اللي دائما تعرف لما نقول بالعربي أبو كلب سوري يعني معناها شيء مرة سيئ ليها مثل جدا مرادف باللغة الإنجليزية لما تيجي تقول على شيء إنه معناها إنه شيء مرة سيئ جودة ومرة سيئة ممكن إيش أقول مثلا أنا كنت مجهز مثل بس كان على برودكت معروفة الناس هتزعل بس ممكن أقول هذا الجوال عاد إيش الماركة حقت وما بقول ماركة معينة عشان ناس تقول أنت متعصب للماركة دي هذا الجوال أو الماركة دي من جد يعني أبو كلبي يعني مرة مرة سيئة سيئة جدا 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 أوكي فريال داوغ إنه إنجليش إريم إنه لا يعني كلب حقيقي لا يعني شيء ما يملك بشكل مفتاح أو ما يملك بشكل مفتاح فهذا ما تسمعون عندما تريد أن تقوم بشكل مفتاح مفتاح يقول فبقكم تبدعو لي عادة أيها المستمعين الكرام في تويتر بأمثلة لكلمة ريال داوغ وأرجوكم أبعدوا عن الإيش عن التسمية الصريحة ما تقول أحد أبل فون مدري ريال داوغ سامسونج كده فريم تكيب عشان الناس ما تزعل فريم تحاول أن تأخذ شيء مثلا المادة الفلانية المادة الفلانية المادة الفلانية المادة الفلانية المادة الفلانية من غير تسمية ما في داعها تكون صريح ميكت إمبليسيت خليك ضمني أوكي فأول شيء عرفتوا يا عزوز واضح المثل؟ واضح معك أوكي أما المثل الثاني والجملة المفيدة الثانية المعنى العربية مو معنىها من جد يعني يجب سكاتك هذا عبارة عن شيء يتنقط نقطنا بياء المعنى مو المعنى اللترال المعنى الحرفي المعنى المجازي يعني أسكت لو سمحت نقطنا بسكاتك برضو بالإنجليزي ممكن تقول إيش cut it out عزوز stop talking about this training of yours I'm not really interested just cut it out نقطنا بسكاتك مو أنت طبعا حبيبنا عزوز طبعا ولا رانا طبعا anyway لكن cut it out it comes as a meaning of stop talking about something فهذه المثالين اللي استفدنا منهم real dog معناها something with a real poor or bad quality you say it when you want to describe something of bad quality طبعا تقول شيء عن شيء نمر رسيء تقول real dog يعني شيء زي العربي بالظبط يعني إحنا ما نقول أبو كلب بس ما نعرفش إيش علاقة أبو بالموضوع بس نفس الربط يعني الكلف الكلب مسكين في العرب وفي الإنجليزي ضاع فيها و cut it out يعني نقطنا بسكاتك أو يعني طبعا نقطنا بسكاتك في سياق الكلام لكي ممكن تجي بمعنى stop this stop doing this لو تبتتكلم في سياق ثاني غير الكلام فيلم الحلقة فيلم جدا رائع ورهيب إنتاج 97 بطولة كيم بيسنجر روسل كرو وكيفن سبيسي فيلم أنصح فيه حطت البوست الحقه على تويتر على هاشتاج سبتايتل cut it out stop talking about something نقطنا بسكاتك real dog أبو كلب أو شي مرة سيئة الجودة أباكم توروني أمثلة cut it out وأحسن أمثلة هنسوي لها retweet من حسابي أنا لو أية الشريف ومن حساب الف الف اف ام نطلع مع فاصل إن شاء الله ونرجع لكم مع كيف تسأل عن الوقت باللغة الإنجليزية ولعبة سبتايتل والتحدي العميق والصعب والمتميز مع ضيفتنا الرائعة رانا عطوفة ونطلع مع فاصل ونرجع لكم إن شاء الله ورجعنا لكم أعزائي المستمعين وحابب أذكر بس لللي حابب يشارك معنا في لعبة سبتايتل لي ما حنستقبل الاتصالات في الحلقة حنستقبل اسم اس وبعدين حنرجع نلتصل عشان بس إيش بجابة عن الناس اللي في تويتر بيقولوا إيش الرقم اللي نلتصل عليه ما في رقم تلتصل عليه لكن ترسل اسم اس اسمك الثلاثي منطقتك وكلمة وول ستريت على موبايلي ستة أربعة صفر ستة ستة صفر زين سبعة أربعة ستة اثنين ستة اثنين وشاركونا على هاشتاك سبتايتل بكلمة وكلمة وكلمة أبغى أمثلة عشان أسئلها الريتويت الأمثلة الآن ضعيفة فأني أبغى أمثلة قوية جدا 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 واللي حيربح معنا في المسابقة اليوم هيكسب كورس مجاني مقدم من المعهد الرهيب جدا وول ستريت اللي يتبنى أساليب حديثة جدا في تعليم اللغة الإنجليزية ونتهل الآن مع ضيفتنا السيدة رونا عطوفا رونا كيف حالك؟ الحمد لله تمام كيف حالك لأيك؟ رونا أنت ترى عملة عملة سبق صحفي عملة سبق صحفي عملة سبق صحفي برنامج سبتاتلون أول أول فيميل قاست عندنا واو هذا الشي مرة يشرفني صراحة لأينا كون ضيفتك في البرنامج؟ هل تفعلني شعوري؟ أه يجعلني شعوري يجعلني شعوري؟ حسنا صفقة رانا يا ولد والله يا رانا نتشرف والحقيقة يعني رانا من الناس اللي أنا يعني فخور جدا بصداقتهم وأعرفك يا رانا إنك انت ما شاء الله كاتبخ مسلسل تكي أعتبر في سيزن 2 من الكتاب القوائل الموجودين على ما شاء الله طيب رانا عرفين أكتر عن نفسك اللي ما يعرفك عن طريق الإذاعة اسمي رانا عطوفا أنا أشتغل في الإعلام الجديد أو في النيو ميديا زي ما بنقول سكريبت رايتر سوري بروديوسر وبيسموني ساعات الجوكر لإني بقدر أغطي أي مكان تحطني فيه في الست حسناً جيدة وما شاء الله مصورة كمان يا لحظت دائما لما نروح نادي جدا للكوميديا شوفك دائما تصوري كده أعشق الكاميرا جدا إيش كانن ولا نايكن؟ لا كانن آه يا رانا لا لا رانا طيب رانا كيف الإنجليزي معاك؟ طبعا رانا أنت ما شاء الله تتكلمي خمس لغات صحيح لأه؟ أيوة موضوع الخمس لغات هذا كتشفته أمس أنا طب عارفين أي شيء الخمس لغات يا رانا؟ أه بقدر أتكلم معاك عربي زي دحين كيل يا ولا جميلة لا 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 مش ممكن أنا ما عاربت شي إلا منك دلوقتي أوكي وإن شاء الله نعتبر نفسا نحن نقدر نتكلم قدامك إنجليزي إن شاء الله أحسن مني إن شاء الله أوكي ونقول أبكا بار ونتكلم شوي إندونوسي ونقول كيف تتكلم؟ نتخيل غير مكتوبة إلو أي بس يتناقلوها بالسمع والكلام بس غير مكتوبة حروفة آآ أوكي فهذه يجعلون اللغة لغات غير مكتوبة نعم انترستنج نعم واو وإيش كمان يا رنة بس كفاية خلاص لا خلاص كفاية كفاية كده أنا تعديت طيب يا رنة الماء يتكذب الغطاة سينا نقول قبل حنقص بصداعي وحنشوف في الإنجليز وش حتسويه بس أنا قبل مما ندخل اللعبة يا رنة أحابة بعرف الأفلام معاك بشكل عام أو اللغة انت كيف تعلمتها طبعا اللغة أساسا أنا كنت أحب اللغة الإنجليزية وكنت أحب أني أفهم أيوة فكنت أحب الكرتون زمان ما في لهم مترجم ولا بدبلج أوكي فبيجيك الكرتون فبيجيك أفلام الكرتون تبغتيك فهم إيش يقوله فتعلمت الإنجليزي فشدني أكثر الأفلام يولد ياب 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 تنه بدأ علي رابو عليك أيوة أنا متفرجة شريهة جدا للأفلام واو وبالنسبالي مو عشان إنت جالس أوكي فلمها ساعدني أوه أتنى وشهد شاهدوا من أعلم أوكي فلمها ساعدني كيف أتعامل مع الفيلم كلغة واو مو كأن أتفرج عليك كأستمتاع والله هاد إش هاد هعلقها بس ما تركع يش فيها لا موسي أراك عام طب الأفلام كنت بتقوله أنا كنت متابعة مرة الشريها للأفلام ماذا اخر فيلم شفتي؟ اخر فيلم شفت مليفيسنت الانجلينا جولي 3D واو شفتي فين بحرين؟ فين بحرين؟ كان بحرين كان بحرين يعني الشي انا انجلينا جولي احبها وكل فيلام حلو بصراحة بس القصة هنا الستوري مرة حلو قدزيلا كان جيدا قدزيلا قدزيلا الجرافيك حلو بس انو الستوري شوية طبرا نبي ملكيتي ما شاء الله ليه كباني كيتي بتركزي وتفهمي شفتي روبو كاب يب طبعا نزلت صورتها في تويتر تعرفي الدمية هادي واحدة من زميلاتنا في ستيت كاليج اسمها ستيتي مكنزي معي على الفيسبوك بتقولي ان شفتك مرة مهوس بروبو كاب جبتلك الدمية هادي نايس والله مرة نايس صراحة اتس ان اميزن موبي بالله عليك عجبك جدا رائع الفيلم شفته انا في شفته في السينما ومن كم يوم لسه كنت سهران لسهرة عائلية وخليت اخواني واخواتي كلهم يجلسوا يتفرجوا عليه وصورنا نتناقش فيه ويعني فيه اختلاف في القرى بس ما نشاطرة زيك اقنعهم بالفيلم لا بس الفيلم يعني فيه فيه ناس يقولك الفيلم يا اخي مدري ريميك ومدري اه طب بس فيه ناس ما وصط لهما الفكرة حقت انه انه الانسان فيه لعب ما بين المشين والمشاعر فيه شيء فيه ناس ما هم راضين تنعوا يعني فيه ناس للأسف انا روبو كاب شفته واحد وعشرين مرة او مي جاد لا مو ما توصل للهو سدا لا بس انا عندي الفلام اللي عجبني مرة احفظها يعني احفظ الحوار تحفظ او مي جاد احفظ الحوارات اللي فيها ففيلم روبو كاب 21 اخفاء ثانا اенный ح推 praİ انا احفظ площадar اعلم انك اكمل اعلم انهم تجنبفزك اعلم 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 یأ یا نتذكرين فيلم روبو كاب مرة احبه مرة احبه مرة احبه حسناً، أنا أخذ اللكتة أخذ من الطريق يا ريتشل هي زوجة اسمه ريتشل شوفوا ما بين السطور، شوف الرسائل ولما ما كان عنده المقدر إنه هو يطلق الرصاص على المدير الفشد وبعدين كف الإرادة أنت ترى من النوع اللي ركز في الأفلام إيو، أنا ترى على فكرة أفكرة شفت فيلم شفت فيلم شي اسمه ده، ثلاثة لتقتل؟ روعة، إنه روحة، إنه روحة رهيب، رهيب وهذا الممثل أنا ما توقعت إنه ممكن أنت كيت تسعفني بالإسم عشان ما يجي عليه كوميدي بس هو عمل كوميدي كيفين كوستنر زمان طلب فيلم اسمه بأيورة واحل وتسعين، اتنين عويتني معويتني، اتنين عويتني عويتني ثلاثة بعدين عمل 003 ثلاثة بعدين ثلاثة بعدين اخرى ثلاثة بعدين زي روبرت داوني جونيور لما عمل أخر فيلم لي كان 97 كان فيلم اسمه يوجزة ثاني من فيلم The Fugitive وبعدين دخ المخذرات حتى عافى، إيرونمان ايرونمان ثري، ديو دايت عمل ايروامان 2 ديو ديت شارلوك هومز شارلوك هومز من الأفلام الرائع فأنتي تعلم من الأفلام ودعتقد أن الأفلام من جد لغة وسيلة ممكن واحد من يحسن منها لغته أنا كمان مو بس يعني أحسن لغتي لا كمان أعرف كيف أتكلم كذا لهجة برافو تبشني لهجة بالإنكليزي أكسن 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 لا مو أكسن مو غبت tissue فأنتي تعلم من ذلك لأتكلم من ذلك كان مو غبت كما تشتغل عليها أهلاً أهلاً سنتظر تماماً مختلف فمعليش أوكي طيب حنطلع مع فاصل أعزائي المستمعين بعدما تعرفنا على ضيفتنا العزيزة رانا عطوفة وطبعاً كل الكلام الحلو اللي قالته أنا أشكرها عليه بس هذا ما حيمنع أنه أغير الأسئلة حقتي حتكون أسئلة جداً دقيقة وكده قبل حنان لا تركزي بالله تافي الأسبوع اللي فات اللي قبل اللي فات جاني أندي جاني شطور الولد داتري مجرم أيوة مجرم بس بايبان عليه كده الولد فبتلو شفت لها سهلة لقيته كل صيف في كندا وعملي فيها عمل فيها درباوك عمل فيها ولد ينبع أنا اللي ما أعرف وطلع الولد دافور لا شطور شطور ما شو الله عليه فأنا ما حتخدعني المظاهر أوكي طيب نطلع مع فاصل أعزائي المستمعين ورجع لكم مع اختبار أو لعبة سبتايتل وضيفتنا رانا عطوفة وكيف تسأل بالوقت أو عن الوقت باللغة الإنجليزية فاصل ونرجع لكم ورجعنا لكم أعزائي المستمعين مع ضيفتنا رانا عطوفة رانا كيف حالك الحمد لله تمام كله تمام كله تمام رانا جاهزة للإختبار المسابقة الله طيب رانا المسابقة باختصار يمر سهل عشرين سؤال عشر أسئل باللغة العربية حقول لك إياها باللغة الإنجليزية أقول لك إياها تديني هي معناها بالعربي أوكي كل واحد أوكي وبعدين عشر بالعربي تدينيها بالإنجليزي بل إنتهي تقييمك من عشرين أوكي أوكي لا سهل إلا ما جالتو سهلا إن شاء الله الموضوع هو السؤال عن الوقت طبعا أنا أحب أشكر كل اللي شاركوا معنا على على أشي اسمو دا على الهاشتاك سبتايتل بالكلمات والأشياء واحدة كاتب مايسكوريز ريال الله بس كويس ما كذبت اسم المدرسة أوكي رانا جزنا يلا نبتدي يا رانا يلا أول سؤال لا طلع في اللابتوب إيش هلغش دا يلا نبتدي يا رانا أوكي أول سؤال أنا حشوف داك الخط الصغيرة اللي أكتب في اللابتوب أنا أنا قاعد أصغره كمان زيادة يا الله رانا غشاشة من بدايتها فين بس سام بس طيب رانا أول سؤال ما تقولي لي عيده أوكي أقولك يا تقولي الترجمة العربي تيك 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 انتهى يلا أوكي أول واحد أول واحد يمكن تقولي الوقت لو سماح ممكن تقولي الوقت لو سماح شفتيك رسيطة مرة أنت مصعبة المواضيع لا أنا خاف منك طيب ثاني سؤال It's almost two o'clock قاربت على الساعة الثانية يا ولاد أنت تسمع عربي عجب هذا ولا شيء قاربت على الساعة لغة عربية فصحة يا ولد طيب It's quarter past one آه عدد ساعة واحدة بربع ساعة يعني واحدة وربع إيش كلام يعني واحدة وربع عدد ساعة واحدة بربع ساعة أديني جواب ليهاي واحدة وربع It's quarter past one واحدة وربع صح يا ولد صح طبع يعني تتعافش يعني it's quarter past one طيب it's half past two it's half past two يعني اثنين ونص طب ونت عملالي فيها ومني عارفه ومدري إيش إيك تتخولتين عدني وإيش يعني half past وإيش يعني لا أستنى الأوقات من يعرفها ومتحسسيني أني حدخل والله إنه قلت طب لا ليش لسه في الأشياء الجاية طيب أباكت دين تجمع بالعربي بالفصحة جوجلوا it's 4.45 AM it's 4.45 AM ساعة أربعة خمسة واربعين صباحا حسنا شفش الفك بين AM و PM صباحا طيب it's 2300 20 مش بحفظ طيب 2300 طيب 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 الطبيحة طيب 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 عندما تريد أن تقول الأول الأول لجرماني سيكون في مدد الأول لا تخبرني الأول لا أتهم قلتها بسرعة يا رنة يلا عشان غلط في اسمي من حجي تعيدني مرة غلط في اسمي فمن حجي لا لا ما عايد أنا قلتها مرة رضا حكيني رضا حكيني رضا حكيني هو في المباراة ستكون في النهار هذا أخر كلام مباراة الألمانية الأولى ستكون مدد ماذا يعني مدد؟ يعني ساعة 12 الظهر يولد بالضبط طيب خليف إياها طيب إيش يقولك يا رنة إيش هي سندريلا شو هي ما سوي حط ورجه وكثة اسمها رنة عشان ما أنساء طيب أوكي يا رنة إيش بها سندريلا لدي إيش بها بيتها من الساعة 12 لا أنا لدي علاقة باللي هاقول لك يا رنة طيب ما علي هغير السؤال شوانا أنا كنت حاضة السؤال أنا كنت حاضة السؤال وانت غشاشق أعطى أنا بعد كده أنا بعد كده ما حأثق في الضيوف والله أنا قلت فيميل وسيدة قاعدة عينة على اللابتوب يا غشاشة يا رجل لا 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 أستطيع أن أؤمنك أكثر لا لا نعم نعم حطت اللابتوب كده هم خبّي يلا حغير السؤال طيب حغير السؤال حغير حغير السؤال آخر سؤال حسن لك يا بالإنجليزي يعني نحن نطلع طواص بلنحن رجع بالعربي دعنا حغير دراكولا يتحول قبل الفجر أو قبل الشروق دون عادي نتحسبها بطريقة تبغاها ديني معنا لا ما ينفع أنا عني اختيارات ما ينفع ترمين اختيارات تقولي لي دراكولا يتحول دائما يتحول لإيش طيب يتحول من بني آدم لمصص دماء لا غلط شفت على فك هذه معلومة ثقافية غلط يتحول من فمباير لإنسان في النهار في النهار يكون إنسان في النهار يكون إنسان وفي الليل يكون فمباير أيوه طيب هذا صح أوه انت قلت العكس والله ترى الحلقة مسجلة أوك طيب دون باختصار دون آآ إيش الاسبيرنغ حقها؟ أولد د إيوه أو د إيها أو د أو د أو هذه الأسئلة اللي بغ Indonesian أوه THERE صحي سبلنغ 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 د ا د ا د ا ا ا د ودا ا د ا ه ا يولد لك لط 잘 دون لا سنسيت غروب شروق ثوري السنرايز شروك ما عدري هذا عندنا شفق عارف الشفق اللي بيقي وراء الأسجين شفق شفق دسك أنت ما قلت شفق صح ولا قلت تحت صح طيب على كل حال أوكي على كل حال نطلع فاص ونرجع لكم الجزء العربي عاد عشان نشوف تقيم رانا تالخير كيف يسوي فاصل ونرجع ثاني يلا باي ورجعنا لكم أعزائي المستمعين سريع سريع رانا يلا رانا 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 قلتها صح حسنا حسنا نحن عرفنا إيش الفرق بين دون وداون 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 آآ لقينا كثير اليوم حسنا الجملة العربية الأولى التوقيت المحلي الساعة السابعة مساءن الله أكبر تبغاني يقول دي كلها بالانجليزي؟ بسرعة يا رانا أنت تتحرك من الوقت آآ الوقت المنزل هو 7 أم الوقت المنزل هو 7 أم يا رجل يا رجل المنزل الأول للمنزل هو 11 أم المنزل هو 9 أم الإجابة للمنزل المنزل هو 10 أم المنزل هو 7 أم المنزل هو 10 أم المنزل هو 8 أم توقيت 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 صفر، صفر كبير حقنا يعني لما أنا أقول لك المباراة الساعة 11 أنتي بتقولي بأي توقيت توقيت جرينيتش، توقيت الإيسترن توقيت السعودية، توقيت مصر لعني أنا أسألك بأي توقيت؟ ما أعرف، ما أدري الساعة أربعة ونص الصباح 4 أم، إنها 4 أم 4 أم، قلوك قلوك دي مهمة الساعة ثلاثة وخمسة واربعين دقيقة آآ أباكي ما تقولي هي 3.45 آآ، طبع شي جديد؟ أوكي، إيش نقول؟ 4؟ 4؟ ما تسألي إيمي؟ ما أدري، إنه بقي ربع ساعة وتصير أربعة ما أعرف 3؟ 3؟ آخر جملة الساعة الساعة خمسة وربع آآ، نقول ما تقولي لي 5.15 أوه، أنت بتحرق لي إجاباتي أسمع، أسمعي 5.15 هادي أي واحد يقدر قولها ما هي في إنجليزي لكن أنا باكي تقولي جملة من الجملة التي تلتك إياها يلا، طيب نقول هادي حقة 5.15 ما تقولي 5.15 ما لي صلاح، ما لي أفتر ولا بفور لا، 15.15 كيف هادي؟ هادي جديدة في الإنجليزي هادي لغة جديدة أصلت تماماً هادي لغة مرة جديدة 15.15 والله مزبوط إنها قوة 5.15 شوف أنت كيف تصابي قوة 5.15 هيا كده، طيب أنا بصراحة، أبدعت الصراحة في الدرجمة تقييمك 13.20 أكره رقم 13 خليت معشي ما لي صراحة أنت كده جبتين 13.13 طيب أنا عطوف أحب أشكلك شكر جداً جزيلاً من كنتي كنت ضيفة خفيفة معانا اليوم و بصراحة يعني أسعدتيني بشكل بشكل جداً كانت حلقة جداً مميزة مع أول سيدة معانا في برنامج سبتايتل هنطلع فاصل سريع أعزائي المستمعين نرجع مع مع اتصالاتكم وبعدين ننهينا برنامج إن شاء الله فاصل سريع ونرجع لكم ثاني أطيك العافية أنا يا عافيك ورجعنا لكم أعزائي المستمعين الاتصالات لا قوة إلا بالله كثيرة جداً فعشان كده اللحظ له من المتصلين من فضلكم يا حبايبنا تتصل تك 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 تخ تك 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 تخ على طول فهمتك كيف؟ ما أبغى يعني فهمتك نفسي أدرج معكم أكتب السلطات مرة كثيرة ناخد أول اتصال معانا الأخت فاطمة كيف حالك فاطمة؟ أنا أخذك أخذك حسنا، أنا أخذك أخذك مرة أخذك ما سأخذك يا فاطمة؟ لا، أنا أخذ من المرد الأرمج المرد الأرمج أخذك حسنا هأنك سؤال تتخلق برنامج حسنا خسنا فاطمة، كنت تكتبق بها جميع في dialogue مجر 직ل لا تتحق بالفضل لا، لا أستطيع أن أفعل ذلك لا، لا أستطيع أن أفعل ذلك أعتقد أنني أفعل ذلك برافو، والله يا فاطمة أنا أشجعك وأشجع سارة الأسبوع اللي فات وأشجع محمد وأحمد السقاء وكثير من الشاب اللي اتصلوا مرة أحب الشيء ده فاطمة حسن لك سؤال مرة سريع وبكت تقولي لي إيش معناه، حسن لك جملة بالإنجليزة وبكت تقولي هي بالعربي إيش معناها؟ حسن لك فاطمة؟ فاطمة نعم برافو، والله فاطمة نعم طيب يعطيك العافية فاطمة وشرفتينها والتصلي فينا مرة جاية شكرا لك فاطمة لتصلينا شكرا لك سيدنا، وشكرا لك شكرا لك حلو مسترلو أي اسم كده حلو مسترلو أي ناخد صالة ثانية ونقول ألو ممعنا عزوز؟ غيداء الشهري غيداء كيف حالك؟ الحمد لله خير، فارش الحمد لله، من ون HangH気言ته يا غيداء؟ من أبها من أبها؟ وأبها لها معزة عندي خاصة من فين من أبها بالجورة أبين؟ ثودا هلو والله، طيب غيداء، قلت تقولك أبها غيداء تبعت الحلقة اليوم؟ أو لا م تبعت كل شيء، هabyت سنحبهي أن Santiago يعني أُذكرك هذه بدة كل شيء ما صابعتك بتحبت أذكرك يعني أعلمك ما في ناس تحبونك الله يسعدك وأنا أحب أهل أبها كلهم نفر نفر واحد واحد ونحن نحبكم كلكم ساعلوا عن الدرامب فهذا والله كيف يقولوا إيش سوف ما يعطيك الساعة ما عنديك أي مشاكة يعطيك العافية يا غيداء واتصال مجرد مجرد شكر من غيداء غيداء طبعا حبت تشكرني عشان ما أسألها ونبع المستوى لا أمزح أمزح طيب ناخد صال ثاني يا عزوز ونقول ألو معانا مين وين عزوز مين معانا معانا مونة محمد من الرياض مونة أهليل كيف حالك بخير الحمد لله كيف حالها الرياض كلهم حبائبنا بخير وحرانين حرانين الحل من بعض الحل من بعض ما ينفع أقول طيب مونة سمعت الحلقة وحبت شاركي أيوة سمعتها من بداية يا ولد يعجبني المتابعين المخلصين طيب مونة حسنك سؤال بالعرب بك تقولي ترجمته بالإنجليزي أوكي إن شاء الله والفائز مو لازم اللي يجيب المعلومة الصحيحة الفائز اللي بيحاول أقصى محاولة أوكي مع أنه إنجليزيك إنجليزيك غير دوك صراحة إذا الريال براسمع يا مونة كونك بتتصلي وتحاولي أنا أصفق لك برافو أنا أهم شي عندي الناس تتصل وتحاول غلط صح الإنجليزي أبو كلبي الإنجليزي مرة سيئة الإنجليزي كده كلنا نتعلم من أخطائنا ما في أحد بيتولد برافكت صح صحيح طيب برافو مونة حديكي جملة بك تحاولي معايا مو لازم جيبيها صح عشان تكسب يا مونة لازم بس تحاولي أوكي بس تحاولي محاولة من جد طيب أبغى أقول يا مونة الساعة تقريبا اتنين مساء ما أقول بالإنجليزي التقليق Alright الألع stating صراحة لا برافو عليك يا مونة ويعطيك العافي انك حاولتي أشكرك شكرا جزيلا يا مونة طبعا الفايز حنقوله بعدنا في أخر الحلقة إن شاء الله أول كنتم راح يتصل بالفايز على طول شكرا يا مونة ونأخذ اتصال تاني اوه شاء الله اتصالت كتير جدا وش دايران عندك جايش يا بوي سارة محمد سعد من الرياض ونقول ألو 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 نعم هلا كيف حالك هلو سارة how are you هلو I'm fine أوكي I'm doing great الحمد لله thank God أهلا طيب I feel them this topic with time أوكي I can't You can't what I can't do it The subject with time in English I can't Know it exactly You can't you can't know the difference maybe أوكي أوكي لسن لسن سارة 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 قصدي سارة سارة هدف أمريكا سارة أنا حسن لك سؤال من الأسئلة لسألها الرنة وإنتي تحاولي أسمعي يا سارة مني طالبك تجي بيها 100% perfect أوكي أباك تحاولي أوكي أوكي حديك بالإنجليز قليه معناها بالعربي أوكي أوكي لو قلت لك It's quarter to two إيش معناها quarter to two quarter إيش معناها ربع أعتقد أنه سنتين لاربع أو شيء سنتين لاربع أو ربع لا 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 قبلها سنتين لاربع برافو 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 عليك برافو عليك يا سارة يعني ربع two two يعني لأثنين يعني ربع لي أما أوصل لأثنين يعني ساعة أثنين إلا ربع برافو عليك يا سارة أنك حاولت ويعطيك ألف عافية واتصفين الحلقات الجاية أوكي أوكي سأفعلها سأفعلها شكرا يا سارة مرحبا يلا متى أخي مرة قلت سارة أيام أمريكا يا بوي جيبنا للتصالة اللي بعده أوكي أنا عشان قلت لي عزوز للتصالات كده أوكي إحنا وقتها برنامج خلص طيب أنا حب أول شيء يعني بس حاخد سؤال جدا سريع عشان بس ما نهملهم على الناس اللي في تويتر الأخ اللي اسمه أحمدي أصدله أيل لو سمحت نزل الحلقة هذه الحلقة هذه ألف ألف حتنزلها إن شاء الله بعدها بأسبوع وحيتحط على الهاشتاك حق سبتايتل وعلى قناة ألف ألف في اليوتيوب وبرضو على بودكاست فلمها إن شاء الله طيب الأخ عبد الرحمن الدويم أعتقد كده قرأت الاسم صاحبي يقول لي الفيلم فيلم ممكن يلاقي فيلم إلاي كونفتنش القديم عبد الرحمن معلش بس ممكن تلاقيه من أمازون amazon.com أو ebay نزلوا لأي كونفتنشل كيبن سبيسي روسل كرو كيم بيسنجر كيم بيسنجر أخذت أخذت في دور مساعد والرايتر أظن ريدلي سكا I don't recall his name بس أخذت أحسن الفيلم أخذ أحسن كاتب وأحسن ممثلة مساعدة اللي هي كيم بيسنجر فيلم مرة جميل أحب أشكر رهف اللي بتلقص الحلقات أحب أشكر فاتن ألف ألف أحب أشكر رغد الشهري أحب أشكر أشكر أحب أشكر أنس فرغلي أحب أشكر محمد جان أحب أشكر أحب أشكر عهود بسنوي أحب أشكر حياء الشهري أحب كل الناس اللي بقول أسميهم اللي هو في تويتر ما شاء الله ما شاء الله مسجلين الكلمات وبيتكلموا فيها وبيسووا ري تويت وحركات ومتفاعلين جدا أحب أشكرهم شكر جزيل وأحب قبل كل شيء قبل ما أنهي الحلقة أشكر ضيفتنا متميزة جدا 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 الرنع الطوفة الكاتبة في مسلسل التكي والناشطة في وسائل التواصل الاجتماعي وأحب أشكر الميكسر حقنا عبدالعزيز العبدالعزيز خلاص عبدالعزيز وكفاية كده حضرتك أيها أوكي وأحب أقول لكم شكرا جزيلا لاتصالكم وتفاعلكم ألقاكم بإذن الله يوم الأربعاء الجاي من الساعة 8 للساعة 9 على برنامج سبتايتل كان معاكم أخوكم لوئي الشريف وأشوفكم على خير إن شاء الله